تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم من فوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق وفيما يلي نص البرقية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظكم الله ورعاكم رئيس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم أسماء آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم المشرف ببطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم التي أقيمت في جمهورية العراق إن هذا الإنجاز الرياضي يؤكد رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورعاية سموكم حفظكم الله ورعاكم ويعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى متقدم في المحافل الدولية داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم ويوفقكم لما فيه الخير ويمدكم دائما بعونه وتوفيقه ودمتم سموكم برعاية الله سالمين ابنكم المخلص لسموكم سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة